من كم يوم كان في حدث عالمي يخص المهتمين بالموضة اسمه الماف جالب الحفر ده بيكون زي حفل الأسكر كده ولكن في مجال الأزياء والموضة وكل سنة بيحصل في قاعة حفلات مطحف متروبوليتن للفنون في مدينة نيويورك فأول اتنين من كل شهر مايو الحفر ده بيجمع مشاهير العالم بهدف جمع التبرعات للمطحف وطبعا كالعادة كل سنة الحفر ده بيتصدر الترند عالميا وبيقلب السوشيال ميديا وعشان نفهم أكثر ليه الحدث ده بيكون الأهم والأطقم وكل المشاهير بيحبوا يشاركوا فيه معنا النهارده الفاشن ديزاينر وناقض الموضة محمد كمان زيكي محمد أهلا بيك عامل إيه أهلا بيك محمد أول حاجة هسأل هيلك دايما إيه هي المتجلة اشرح لنا المتجلة حفلة خيري مرتبط متحف المتروبوليتان بيتعامل عشان جمع التبرعات اللي بتتصرف على تعليم الأزياء والأزياء والموضة ويعتبر ده بيتسمى الأوسكار بتاع الموضة على مستوى العالم يعني يعتبر ريت كاربت يعني ماشير العالم بيجلهم دعوات عشان يحضروا المتجلة بيبقى مخصص موضوعاً الموضوع ده هو اللي بيدور حوالي الأزياء أو الفيلم بتاع الموضة في الحفلة المخصصة دي يعني مثلاً أنا أعتقد في 2018 كان الحفلة كان بتدور حول الأديان رموز الأديان بيتاخد منها تصميمات بيتعمل فيها وممنوع الخروج عن المحور ده بقى فيه انضباط وقواعد صارمة جداً للتصميم يعني السنة دي كان وفاء طبعاً للمصامم العالمي الألماني كارلا جيرفيلد فكان الملابس كلها يقيمة من تصميماته أو مستوحى من التصميمات بتاعته في 2023 أعتقد كل الممثلين أو كل النجوم اللي كان متوجنهم الدعوة أن هما يحضروا الحفلة ده التزموا بالتصميمات بتاعته أو بحاجات هو كان بيحبها زي القطة بتاعته ونشوفها طبعاً بعد كده وبعض التصميمات المستوحى من تصميم كارلا جيرفيلد يعني فيه ناس كتير قوي هما بيتفرجوا بيعودوا يقولوا في كل بيت مصري يعني هو إيه الفستان الغريب ده أو إيه القصم اللي هما لابسينه إزاي حد يلبس كده في حفلة فأنت دلوقتي وضحت لنا أنه هو مش فكرة أنه أنت بتلبس فستان حلوة عليك أو بدلة حلوة عليك أنت بيبقى فيه زي ثيم أو بيكون فيه زي الدعوة بيكون مكتوب فيها أنهما الأفكار إيه اللي هما لازم يلبسوا من خلالها لا تعتمد على الأناقة بتعتمد على الفكرة يعني مش لازم تلبس أحسن حاجة بس تلبس حاجة بالفكرة اللي موجودة في الحفلة طيب من وجهة نظرك ليه كل سنة لما بيجي الحفلة ده وقته الدنيا بتتقلب على السوشيال ميدي أولاً احتفال ده تاريخي يعني أعتقد من سنة 48 المنظمين بتوع مجالة فوج المديرة بتاعتها أنوينتر ودي أعتقد من أعظم الشخصيات على مستوى العالم في الموضة يعني أعتقد مجالة فوربس حدتتها أو إدتها من أفضل مية شخصية على مستوى العالم تأثيراً يعني فالتنظيم في غاية السلامة في غاية القوة في غاية الشهرة مش أي حد بيتوجه له الدعوة اللي بتوجه له الدعوة مرة وما بيجيش ما بيروحش تاني خلاص بتحط في بلاك لست أنا بتحطه في بلاك لست ما بيحضرش تاني الدعوة دي مش فوج بس كل مجالات العالم كل مهتمين بالفاشون لازم بيعنيهم على حفل ده بلاس طبعاً زي ما بيقول الدعوة غالية جداً يعني مش دعوة التذكارة نفسها بتبقى غالية جداً أنا أعتقد كان من سنتين كانت معديها لمئة ألف دولار أنا أعتقد أنت بتتكلم في مبالغ هائلة يعني أنا أعتقد من سنتين أو من ثلاثة كانت معدي متين تذكارة الدعوات الحفلة كانت متين مليون دولار نتكلم في مبلغ خيالي طبعاً رقم يعني رغيب بالزبط طيب في الحفلة ده تفتكر أن الناس بيعلق معها إيه أكتر؟ اللي كان لبسه أحلى ولا اللي كان لبسه أغرى؟ الأغرى طبعاً في الآخر ده مش فاشن شو بيبسوا مثلاً موديلات مختلفة أو قصات جديدة بيعتمد على الأغرب المرتبط بالفكرة المقدمة من مجالة فاق طيب ليه الفنانين بتبقى مهتمة أن هما يروحوا الحفلة زي؟ يعني بيفدهم في إيه؟ هو يعتبر ريت كاربت بيعرضوا في شهرة دعاية ليهم ترند؟ عايزين يبقوا ترند باللبس اللي هما لبسهم يعني في منهم أصلاً معظموا لبسهم غريب يعني يعني طبعهم لنا دوليبة أو رهانة يقوموا أصلاً لبسهم غريب يعني حتى لو هما في الحفلات الطبيعية هما يبسوا غريب فتخيال إنما يجي حفلة زي حفلة الميت جالة اللي هو أصلاً غريب فبيبقى الفرصة مواتية لهم جداً لهم يلبسوا حاجات غريبة يعني فدي أصلاً تبقى شخصيتهم ومعظم المشهر أصلاً لبسهم غريب في الفترة الأخيرة يعني مش حاجة مستحدثة يعني يعني أعتقد أخرى عشر سنين لو بصينا ريت كاربت على مستوى العالم حتى في الأوسكار في كل المناسبات لبسهم غريب جداً مش كل الناس بيلبسوا حاله يعني مش فكرة أناقة أو فكرة حاجة شيك لا الأغرب عشان تطلع الترند وتبقى أشهر وتنتشر على مستوى العالم عشان في الآخر الحاجة الغريبة اللي بتلزق في العين بطريقة سريعة جداً طب خلينا نشوف شوية أزياء من اللي كانت موجودة في المتجل تمام يا خانده دوليبة لبست حاجة من شانيل 92 من تصميم كارل رجرفيلد جابت حاجة كلاسيك ديمة جداً ولبستها بدون أي تعديل فبالتالي ده يعني ده ما نقولش عالي غريبه ولكن حاجة شيكه في النفس الوقت ملتزمة بالقاعدة اللي موجودة في 22-23 شيك جداً طبعاً وحاجة كلاسيك الموديل الكلوش الجرسي اللي كان موجود زمانه همره مبيئ ده لا اطلقاً اطلقاً كارل دي بي لبست الحاجات برضو كلوش شكل الورد يعني طلع بتجمع بين الفورمل وبين السورية طبعاً احنا مش ناخد عليها وصعب انها تنتشر في الآخر حاجة مكس بين الفورمل والسورية ولكن حاجة برضو مش هنتكلم عليها بقواعدة التصميم في الآخر برضو احنا بنتكلم في قواعد الحفلة مش قواعدة التصميم أو قواعد القناة بالتأكيد طبعاً ده القط بتاع كارل واعتقد هو كتف وصيته ان هو يارس بعض من الصروة بتاعته جرد ليته لبس التصميم طبعاً هو مش تصميم هو لبس التمسال لقطة نفسها لأن القطة تي كانت قريبة جداً من كله وكتب لها جزء من صروته كان قريب جداً منه طبعاً ده هو نفس القطة؟ قريب جداً مثل كارل بي ده أبيض وده أيضاً نفس فكرة الورد نفس فكرة الورد أيضاً من أفكار من تصميمته ولكنه طبعاً يزوده قليلاً بعض التعديلات عليه في كذا زاوي ممكن نشوفه طبعاً فكرة الهنديميت طبعاً هنديميت طبعاً وبدأ يدخلها بعد كده أما ابتدى ياخد تصميمات شانيل طيب بعيداً عن الماد جالا كان فيه كمان حفل تتويج تشارلز أكيد طبعاً طبعاً حفل كاريسي طبعاً 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 طلّات كاريسية كلها يعني صعب أنت طلّة ملكية تعجابك يعني يفروض كل ملوك العالم كانوا موجودين على مستوى العالم كله وبعض الشخصيات العامة وبعض الفنانين وبعض النجمات صعب تطلّع لي من كل دول ثلاثة أو أربعة طلّات تقول عليهم أنه طلّة ملكية أو طلّة لطيفة أو طلّة فيها أناقة يعني طب خلينا نروح نشوف دلوقتي مع بعض طلّات الأميرات طبعاً طلّات أميرا كات لبسها الحرملة وعلى النياشين أو الحاجات اللي قدامنا طبعاً كان ممنوع كان ملك تشارلز كان مانع أنهم يلبسوا اتجان فلبست بس مجرد شريط بفي ورد تيارة مثلاً مجرد بس شريط ورد يعني ما أعتقدش حاجة تاريخية بس هذا يكون قسم رسمي أعتقد بروتوكول أه ما بيمتعش تكون هي تلبس حاجة تانية أعتقد بروتوكول وإن كان في بعض يعني الملكة نفسها لبسها فستان عادي يعني الملكة يعني أعتقد ما فيش مش ممكن لقي حاجة كارثية أكتر من كده يعني الملكة الكاملة لبسها فستان طويل جداً في بعض الصورة نشوفه كان شايلين الدل بتاعها عشان المنطرة والطينة مش مهندم خالص في المكوى بتاعته طول بزيادة فما أعتقدش أن هذه كانت طالما مناسبة لملكة بتتوج في يوم تاريخي بالنسبة لها وبالنسبة لعائلة ملكة كلها يمكن طبعاً طبعاً فيه هندي مادة كتير فيه شغل عيلي طبعاً كثمن يعني كوست طبعاً عيلي ولكن في الآخر النتيجة بتاعتنا مش حاجة ذات أناقة يعني صعب أن واحد يقلدها أو ناخد من منها موضة لواحدة ممكن تلبسها في مناسبة ما وما كانتش لها عليها إطلاقاً طب بالنسبة لتشارلس؟ طبعاً يعني أكيد الملكة ماكسيلا ملكة هولندا ملكة الأناقة في أوروبا يعني أعتقد هي اللي عملت ميزان الأناقة في المناسبة دي بس دحل جداً هي عدلة ميزان الأناقة يعني أعتقد بعد طلات الكارسية اللي موجودة في الحفلة الملكة ماكسيلا في الآخر هي أداتنا طلّة أنيقة جداً سامبيلي جداً على فكرة كل بسها كده يعني فعلاً طلّت أميرات من أشيك الأميرات على مستوى أوروبا مثل مستوى العالم بتعرف كيف تلبس بتعرف كيف تخطر الألوان بتاعتها لون واحد فقط مجرد بس القبعة اللي هي لابسيها فقدت منظر في غاية الشياكة أوكي الملكة روانية يعني في الآخر فستنشيك من قدرش نتكلم على حاجة ولكن طبقاً للبروتوكول بتاع الحفلة فممنوعاً الكتفيبان ملكة أسبانيا أعتقد حاجة في منتهي الشياكة وإن كانت القبعة بديها مظهر غريب شوية يعني أعتقد حاجة سامبيلي جداً روحية جداً الشوز مع التايير فغاية الشياكة شوء الهندي ميدي اللي موجود على السدر الجبير المطق المعمول بغاية فغاية الدقة الكلوش اللي موجود في الجاكت من فوق بالكسرات حاجة برضو في قنتها الجمال اللون هو اللون واحد يعني عشان الموضوع في الآخر دي ملكة مش مفروض تلبس ألوان كتير ولكن القبعة قدت نظر لحد ما غريب احنا مش متعودين عليه في الفين تلاتة وعشرين يعني احنا مش في القرون الوسطى او يمكن بروتوكول بتاعهم بيفرض حاجة زي كده بالذات الملك لابس برضو اللبس الملكي بتاعه من القرون الوسطى اعتقد البريتني اعتقد لابسة طالة يعني مش ممكن يكون حافلة زفاف ملك زي تشارلز تلجس لا هي مطربة لا اقولك الطالة مش ملكية الطالة لو نتكلم بتاعها طالة من القرون الوسطى والمفروض كتصميم كويس يعني برضو خلينا نقدر كل حاجة حقها التصميم كويس جدا بيفكرنا باميرات القرون الوسطى نجل التنفيذ مش ممكن القسرات بيكون بهذا الشكل يعني القسرات اللي نشوفها في السكيرت من تحت نشوف السادر نشوف الكومين نشوف الكلافز يعني مش ممكن يعني ما تكونش اتكاوى بالطريقة المناسبة القسرات اللي موجودة وراء تحت البليزر من تحت حاجة في منتهى الغرابة السكيرت برضو من وراء لو فيه صور جانبية برضو هلاقي حاجة في منتهى الغرابة فمش ممكن تكون معزومة في حفل اسطوري زي ده ومش مختارة خامة يعني معتقدش نوع ما تكاواش يعني مؤكد انها تكاوت مرة واثنين وثلاثة بس اعتقد انها لم يجانبها التوفيق في اختيار الخامة اللي التانية واقفة معها طول الحفلة بزاة الاحتفالات دي اعتقد تقعد فترة طويلة يعني ما تقعدش ان الموضوع بيبقى نص ساعة وساعة اعتقد وتروح وتقعد على كورسي والعربي فاعتقد يعني لم يحرفها التوفيق اطلاقا في اختيار الخامة اللي تقدت الشكل ده في النهائي بس انا ساعات بحس ان الواحد ساعات وهو بيجي يعمل فستان او يشتري فستان انا مثلا عن نفسي دايما نختار ماتيريال مع ان فيه ماتيريال بتبقى حلوة اوي 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 يعني الواحد بيبعز يلبسها بس انا مثلا ابعد اوي عن الحاجة اللي بتكرمش بسرعة محبهاش بس مثلا كتان لا هنيجي الموضوع الكتان ده كتان ده موجود من اعمال فرانة طبعا الكتان من افضل اخيامات اللي موجودة على مستوى العالم انا بقولك تبقى حلوة جيدة نظرا النموة بتاعتها والنفاذية بتاعتها النفاذية يعني المسافات البيانية في النسيق واسعة فبتدخل هوا فبالتالي في الصفل حاجة هاتف جدا كانت المشكلة بتاعتها لحد نهاية التسعينات المكوى بتاعتها بعد كده حصل اضافات كيميائية للخامة نفسها فبتخليها تبقى مفروضة طول الوقت فبقى الكتان ناعم وفي نفس الوقت مشكلة المكوى انتهت ففكرة ان حد دلوقت يقول ان الكتان بيتكرمش لا كل الكتان الطبيعي الطبيعي بيتضاف له مواد كيميائية بيدخل حاجة اسمها الفرن فهنا ده معالجات كيميائية بتكون موجودة في المصنع بيبدأ ياخد الخاصية بتاعته انه هو بيتفرد ويبقى مفروض طول الوقت بس لا هو برضو يا محمد يعني فيه براندات عالمية بيستخدموا الكتان وهم معروفين باللاينز بتاعته من هي كتان وبرانز بتكون يوروبيان وكده وبيبقى واخدين الكتان مش حاطسين فيه اي نوع من اي مواد تانية علشان يكون مفروضه بتاعه فعلا الواحد بيبقى نايزل شكله لابس مهدم وحاد انت لو اعتمدتك على الكتان 100% بيور بالزبط يبقى انت مش هتقاضي نص ساعة بيه انت مجرد ما تنزلي من السلم وتركاب العربية بتاعتك او تروحي المشوال خلاص الموضوع ينتهي ففي الاخر انت مش هتخدي كل حاجة يعني مش هتخدي كل حاجة طب انت بتبعد عن الكتان او بتستخدم الكتان؟ استخدم الكتان بالمعالجة بتاعته اه من بعد التسعة وتسعين يعني تمانية وتسعين 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 بدأت تنزل الخامة الكتان بنضاف لها الحاجة الكيميائية مواد الكيميائية فبالتالي بتتفرد فبالتالي باخد الكتان كالشكل ونعومة او خلاص بتنزل خلاص خلاص الموضوع انتهى خلاص يعني من التسعينات الموضوع انتهى الا اذا بقى في بعض الحاجات الموضوع بيطلبوا كتان 100% طبيعي ولكن ما اعتقدش انه في الفترة الحالية بالنسبة لنا هيبقى ملائم بالذات في الفورمل يعني مش هيبقى حاجة لطيفة ان تلبسي الشميس بتاعك او البنطلون او السكيرت وتمشي بيطلب الموضوع فيه كسرات او فيه كرمشة مش هيبقى حاجة لطيفة بالنسبة لك فبالتالي المعالجة الكيميائية اه قللت شوية من الجودة بتاعته ولكن اضافت لنا حاجات تانية يعني جودة الملمس والخامة ولكن اضافت لنا في الحالة الوظيفية بتاعته انه بقى اشياء ممكن استمال معي طول اليوم مش هيبقى منه طيب هنستغل الوبودك معينا النهاردة عايز اعرف الصيف عشرين تلاتة وعشرين الموضة والالوان الوان الصيف دايما متعيني على الانطلاق على الجميع اه حاجات اللي هم غيريش الشتاب اكثر تحفظ عن الوان الغمقى الوان الدكنام الصيف السنية طبعا يعني فيه انتشار قوي للالوان الطبيعة الورود السماء الوان الفواتح الخامات المريحة جدا مثل الوان المبوعة برضو كما نتكلم في الكتان يعني اعطاق من افضل خامات على مصرحة في الصيف يعني في الاخر اللي بيحكم بيننا الصيف او الشتاء المسافات البينية لجوه النسيج كل ما هي بتبقى مفتوحه اكتر كل ما يدخل هوا اكتر فبالتالي بتقلل من درجة حرارة الجسر فعشان كده دايما احنا بننصح بالكتان او الخامات الطبيعية علشان تبقى فيها انتصاص دخول الهواء فبالتالي بيهدي الحرارة اللي موجودة عندنا وبالذات احنا في مصر لدرجة الحرارة لحد ما في الكامسة الاخرين الموضوع بقى حر جدا يعني في اعتقل الخامات دي بتبقى ألطف مع الالوان المبهجة بتاعت الصيف فحاجة في ممتنى الجمال يعني طب الاشكال نفسها الديزاينز او التصاميم التصاميم بتاعت اللبس التصاميم الكلوش الواسع نفيش دايق يعني بعدت خالص بزد في الصيف لا تتوقي يعني عندنا في مصر الموضوع بقى صعب جدا انك تلبسي حاجة من رميد مثلا في الصيف اللي طبعا في السورية احنا متكلم في الكاجول او حاجات الصباحية او حاجات الشغل فمنسبة للفورمل او منسبة للكاجول اعتقل الحاجات الواسع بتبقى أشياء كتير والألوان الفتحة علشان الحر والشمس والأجواء دي طيب محمد لو حد عايز يدخل مجال الأزياء تنصحوا بايه لازم يتعلم بس ايه هي الكورسز يعني مش فين بس ايه هي نوعية الكورسز لهو اللي صغير في السن يعني انا مثلا نخدت القارضاني في سنوي فبالتالي عندما دخلت جامعة دخلت كلية فيها قسم ملابس اعطى الاربع سنين وبعدك دخلت المجلستر بتاعي فبالتالي الدراسة لو انت لسه في سن صغير شوف تاخد فيه كذا جامعة في فنوة طبية قسم ملابس في اقتصام منزلي قسم ملابس فيه اقسم في كلية تربية نوعية وفيه برضو معاهد اعتقد فيه مجلات كتير زي زمان يعني زي زمان ما كانش فيه اعتقد الى كلية واحدة قسم منزلي فقط بعد كده بقى فيه كليات تانية لو هو خلاص يعني عدى مرحلة اللي هو السنوي او التعليم وعايز يدخل المجال فاعتقد فيه اماكن كتير مراكز كتير لتعليم الموضة يبتدي فيه ميديولات معينة يعني يبتدي الاول نمر واحد التصميم ازاي يرسم وازاي يجيب الفكرة يعني في الاخر التصميم مش طبعا التنفيذ ده شيء مهم طبعا ولكن في الاخر التصميم فكرة انك بتجيب حاجة جديدة فكرة انك تقلد دي سهل اي حد ممكن تقلدها انما انت كمصام نازم لي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده يعني بتستحدث شيء ما كانش موجود قبل كده تستحدث قصة او لون او خامة او شكل معين ما كانش موجود قبل كده فبالتالي نمر واحد الفكرة انك الاول تتعلم التصميم ازاي هتصمم او ازاي تبتدي ترسم بايدك من الفكرة الموجودة في خيالك نمر اتنين ازاي تعمل بطرون خلاص انت رسمت وعملت اه ازاي تنفذ تقصه تجيب البطرون ازاي تنفذه وتحطه على القماش وتقصه يعني فيه تفاصيل فنية كده شوية فيه طبعا اخرها خلاص الواء التنفيذ تخلص قصيت الموديل وعملته بتبدأ بقى تجيب الماكنة ازاي تعلم على الماكنة ازاي تقفل العينة بتاعتك ازاي لو لو فيه شغل هندميد لو فيه قصاد لو فيه تشكيل عمليكان وده مهم جدا بالنسبة طبعا للسوريين 90% من الموديلات السوري دلوقتي تشكيل عمليكان لو فيه قصة معينة لو فيه شغل فبالتالي اعتقد تلات خطوات دول الاسيين لو تعلمتهم تبدأ بقى في اول الطريق بتاعك وتعمل الموديلات اللي انت بتعرفها واعتقد انت سويد دلوقتي اولاين بقى افضل كتير يعني زمان على ايامنا ما كانش فيه نت مثلا كان نت حاجة مستحدثة وما كانش فيها كانش ريسه في سوشل نتيا اه كان الخط 256 كيلو بايت اعتقد النت يعني وكان كام حد عنده ده كان ايام صخرة ده ايام صخرة اه 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 ايام زمان سنة 2000 مثلا سنة 99 لما اتخرجت من الجامعة كان موضوع صعب جدا دلوقتي خلاص انت مجرد بتعامل الموديل بتجيب بتصوره كويس مع موديل ابنت تكون جسمها كويس بتقدر تصور موديلات بتاعتك وتنزلها بتبدأ تعمل الدعية بتاعتك فعدك الخطوات دي خطوات اسهل كتيرا زمان يعني محمد انا بشكرة جدا على وجودك معينا النهاردة وعلمتنا حاجات كتير قوي مرسي ايهاب